السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hello my dear students how are you today اهلا بكم انا معاكم تيتشر امنية حسين والنهاردة معدنا مع grade 9 ومنهج new hello المنهج اللي بيدرسه كل الطلاب سواء كانوا عربي او كانوا لغاتي منهج الانجلس الخاص بالصف الثالث الاعدادي اخر سنة في البربراتري وان شاء الله اخر ترمو وبعدها ان شاء الله هنتقابل في منهج الصف الاول السنوي وان شاء الله باذن الله نكون perfect وان شاء الله نجيب الفول مارك باذن الله معتتشر امنية النهاردة هنبدأ مع بعض مراجع شاملة متكاملة على المنهج الخاص بالnew hello المراجع هتكون على ثلاث اجزاء الجزء الاول هيكون النهاردة وهيكون في الفيديو ده عبارة عن تلت المنهج كامل ان شاء الله باذن الله اه نخرج من الفيديو ده واحنا مقفلينه كله بس ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة سبسكرايب ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك ان شاء الله واشايروك كل اصحابكم عشان يتفرجوا هم كمان ويذكروا زيكم خلونا نبدأ مع بعض unit 7 our world يعني العالم بتاعنا تعالوا نشوف يا ترى يبقى ده بديهيان كده ان هو يتكلم عن ايه عن environment او البيئة خلينا نشوف سوا هنبدأ مع بعض هاعلم لكم او هقول لكم ايه اهم الكلمات اللي نفذة و ايه اهم الحاجات اللي احنا انا من لاسكب كده و نعدى على بعضه اوكي natural wonders shorting stars meteorite surround dead palm trees destroy pollute news agent osees osees national park coast natural habitat البيئات الطبيعية تعالوا نشوف انواع البيئات عندنا ايه coastal habitat grassland habitat bullery habitat mountain habitat rainforest habitat wetland habitat desert habitat و forest habitat لو اي حد بيستخدم كتاب تاني غير كتاب المعاصر يعني مثلا لو بتدرسوا من كتاب بيت بيت مفيش مشكلة انا ممكن ابعت لكم bdf خاص بكتاب المعاصر او السؤال البديهي اللي يجي بعد كده يا تيتشن هو انت ليه بتستخدم المعاصر كتاب المعاصر فيه ميزة مهمة جدا وهو انه بيعمل update مستمر يعني وحنا دلوقتي بعد ما نخلص الجزء ده ونبدأ نحل سوا هتلاقوا الاسئلة الخاصة بيه 20 23 ده حاجة تاني حاجة انه دايما بيعمل تحديثات مستمرة مع الادارات المختلفة فبالتالي احنا محتاجين نحل اسئلة كتير وطرق مختلفة كمان للاسئلة كثير عشان كده انا بحب استخدم كتاب المعاصر فان شاء الله باذن الله يكون سهل رابط بدون لوكيشن دايف لوكالز او لوكال بيبل أبيرانز كوز ماجازين فاكتوري توريست كنتينيو فرنيتر فاموس بليسز الشهر الامريكي زا وايد ديزارت ناشونال بار النيزك ليت زا الساحرة ديزارت ريت سي كوز زا خارجة اوصيز جاب العلبة وادي الواشواشي هر جدا فال في الفالين لاي ليد ليد درايف دراف درافن هايد هاد طب قولينا بقى كده اهم الكلمات يعني اللي خاصرنا كده بسرعة اول حاجة الجدول ده بتاع مهم جدا وجدول ده سنوان كمان اخدوه معاكو والكي فوكابلري يعني الناتشو اللي عبية دي كده هندرسها ومش طعبة ها اا ناخد كمان الكي فوكابلري بيذيك المرتين اللي بتساعدني ان انا هكتب باراغرف مظبوط اوكي تعالوا بقى نشوف مع بعض الجزء اللي جاي موطن الطبيعي للحيواء الاولى النبات نيجا اول واحد للمين كوصل الكوصل لو برا عن ايه this habitat are next to the sea جنب البحر or the ocean you often find rocks تمام بنلاقي هناك ايه rocks تمام these are habitat there is very little or no rain little or no rain in this habitat it can be very hot وكمام بتكون حرة جدا طرح شنعرف الفان ما بيني الhabitats okay forest habitat these habits are large areas of land large areas of land that are covered with trees that are covered with trees مستغطية او مليانة بالشجر top of grassland these habitats usually have large green areas large green areas and no mountains and no mountains وما فيهاش جبال كتير يبقى الcovered with trees the forest covered with trees the forest تمام ولكن grassland هي large green areas ولكن ما فيهاش mountains and no mountains polar habitat these habitats are always cold and are often covered by ice covered by ice يعني متغطية بالقليل بالقليل rainforest these habitats have a lot of trees a lot of trees شجر كتير they are usually very hot and have a lot of rain وفيها مطرة كتير أما the forest habitat large area of land covered with trees وفيها كمان rain I'm not afraid wetland أو الارض أو البيئة الرطبة there is not always rain ما فيش مطرة كتير in this habitat but there is always a lot of water ولكن فيها مية كتير fill يعني يملأ أو يعبي make something fall طبعا الهبيتة تصدي مهمة قوي يعني بعد الهبيتة تصدي حقا تعدي make something fall so there is no space for any more of something أو says an area in the desert هي مكان في الصحراء ودي very important where you can find water بلع في ماء polar bear الضب القطبي a large white bear which lives on the ice بينش في القليل and the architect mountain habitat أو البيئة الجبلية البيئة الجبلية البيئة الجبلية طبع البيئة يا شباب these habitats are very high مرتفع it can be very cold in the high sports طبعا ممكن تكون أسقفو wonder عجوبة something that makes you feel it's beautiful or amazing حاس دك جميلة ومزهلة surrounded by everywhere around you يعني محاطة ب تعالوا نشوف which after بصوا لدينا خريطة زمنية كده ماشيين عليها تمام؟ الخطة الأولى وهي عبارة عن ثلاث فيديوهات أو ثلاث محاضرات كل محاضرة فيهم عبارة عن two units بالتفاصيل المملة زي ما انتو شايفين كده الكلمات definition synonym والأنتنم والبرافكس والصافكس وكمان الجرامل وحل عني دي الخطة الأولى الخطة الثانية وهي after the first يعني بعد الخطة الأولى هنبدأ في الخطة الثانية إن شاء الله محاضرة عبارة عن براجرافة وزي نكتب براجرافة أشهر البراكرافات اللي عليكم وأشهر البراكرافات المتوقعة محاضرة تانية طبعا دي هيكون فيها البراكراف في الإيميل تمام؟ الخطة الثانية أو الخطوة الثالثة سورية اللي بعد كده وهي عبارة عن شيت لذيذ لطيف في ملخص ورقة واحدة عبارة عن كل المنهج أو شاملة كل المنهج تمام؟ صح صحوا بقى دماغكم والدنيا عقلكم وركزوا معايا عشان نقفل الميت درجة أو نجيب الدرجة النهائية إن شاء الله تمام؟ تعالوا نشوف بقى مع بعض زي السننم and antonyms كوز ريزن effect result strange and usual and failure usual and familiar local native foreigner stranger top peak destroy damage breakdown and save protect restore save and danger natural normal and natural and artificial huge, massive, enormous, tiny, bright, clear, shiny, polluted, national, public, private and special بعد كده الperfix والسفكس re, re لما تيجي قبل لكلمة معناها يعيد again معناها يعيد يعني مثلا كلمة write يكتب rewrite يعيد كتابة read يقرأ, reread يعني يعيد قراء and بتدي الopposite للآجكتب عكس الكلمة usually and usually, happy and happy لشان بتحول الفرب إلى noun بتحول الفرب إلى noun زي locate, location, translate, translation earn بتكون adjective أو صفة من النون زي كلمة twist يعني غرب أما western معناها غربي and بتكون الفعل من الاسم بتكون فعل من الاسم زي مثلا danger يعني خطر and danger يعني يعرض للخطر all بتكون adjective من النون يعني natural يعني طبيعة natural طبيعي coast يعني سيحن coastal يعني سيحن nation يعني قوم national قومي appear يعني يظهر أو ما يظهر appearance هنا بتكون اسم الفعل appear لما نضفلها ends يبقى معناها أنحنا بنحولها إلى noun appearance الظهور تعالوا نشوف أهم من نوتس وأهم من فرقات ودي بقى الحتة اللي بتقول لنا تعالوا كده فوق السنة الجاية أولى سنة نازم نعرف الفرقات دي coast sure what's the difference between them أول حاجة coast الساحل يعني مية جاية على رملاء ده كده اسمه coast sure شاطر يعني ايه طبعا الكوست ده اللي بيكون ساحل حدود أو بلد ناحية البحر أما sure هي برضو رملاء ومية ولكن ايه حاجة عادية كده شاطر سواء كان على حفة بحر أو بحيرة أو حتى نهر اسمه شور beach الشاطئ بتاع ايه دوقو الشماسي وحطو الكاريسي البلاج bank يعني ضفة نهر ضفة نهر طيب لقينا أرقوم بتيجي قبل أسماء ونبص نلاقي الشرطة اللازيزة الظريفة دي وما كناش فاهمين ايه هيدا طبعا عموما في حالة وجود حضرتك الشرطة الجميلة السلاش اللازيزة دي الاسم اللي بعدها بيجي singular أو اسم مفرد بيجي اسم مفرد حتى لو خدت بينك هتلاقي هنا A قبل 3 A قبل 5 A قبل 10 تمام؟ اوكي نيجي بعد كده للسؤال اللازيز wonder wonder الاثنين نفس sound بس ايه الفرق؟ wonder الاولى يتسئل ويتعجب وبتيجي بمعنى عجوبة اما wonder التانية يتسكع يعني يمشي بلا هدف يبقى مع اختلاق في حرف A والO في كلمة wonder بالساوند تا ال W مع ال A فواخد ال W إلا إن الكلمة مختلفة تماما في المعنى تمام؟ نشوف which after the most important expression ولو تاخدها مني نصيحة أسقص الإكسبريشن الزياد بعد نهاية التلمي بإذن الله ولو عندك كتاب قولة تانية عداي دي اعمل نفس الوضع ولمهم كده واحتفظ بهم في بوكس صغير أو في أي دفتر قديم أو أي نوت بحيث انك انت تقدر بعد كده من شاء الله تستفيد منهم في سنوي لأن في حاجات كتير تراكمية في تالت سنوي بنرجع ندور عليها من إعداد أنا نصحتك وانتحر بحيث انت تقدر بعد كده من المعنى بحيث انت تقدر من حاجة مهمة ان احنا عندنا هنا كلمة بي فهي رمز البرب تو بي يعني لو برازنت تكون أ أو إز أو أ بالشكل ده ولو بس تكون فهي رمز البرب تو بي تعالوا نشوف بعد كده موضوع الريدنج وموضوع الريدنج دوت احنا كده كده إن شاء الله هنقوله في الليالي بتاعت الخاصة بجزء الريدنج و الريتنج مع بعض إن شاء الله أنا حابة بس إيه خلينا نحلم مع بعض كده الجزء ده الفايف سنتينز دول أنا وإنتو نمبر وان من غير ما تحفظ كلمات مشي خد بالك من الجزء ده اللونجي من ده أسئلته مهمة قوي أسئلته مهمة قوي دابل وبي ده ويركبوك are warm wet area of land where many kinds of plants and birds can grow and leave منطقة دفيا و wet يعني موللة where many kinds فيه أنواع كتير من النباتات والطيور بتنمو هناك أكيد مش الديزيرت وأكيد مش ها ولا هي rivers ولا هي lakes ولكن أقدر أقول عليها a rain forest Habitates usually have large green areas and no mountain وما فيهاش جبال طبعا grassland وده من definition a land is a land sorry a land is a land that next to the sea جنب البحر or the ocean أو المحيط ما هي coastal lands الأرض الساحلة and what is a natural home or environment of animal plants or habitat طبعا الإيه الهابتات أو البيئة طبعا some large ها بيتدفع from the opposite top of the ears كلمة إيه is the opposite عكس معنى top طبعا قطب دي من السننم والأنتنم أنا بدلوقتي بعمل لكم إيه بخرج لكم من اللي إحنا قرأناه المعاني أو السؤال بيجزاف في الإيه في الامتحان the flood broke down some coastal hotels يعني الفيضانات يعني بتدمر يعني القتلات الساحلية in Thailand the word broke down معنيها destroyed designed or made طبعا بتدمر destroyed ها ننشوف which after ايدي لنعيزي we can make an adjective بنيعمل adjective أو صفة from the word coast من كلمة coast إن إحنا بندفلها إيه هي ألف فتبقى coastal I will re-read the story أنا هعمل إيه في القصة so perfect to read means to read it again أوكي تعالوا بقى نشوف مع بعض الجزء اللي بعد كده طبعا من speaking أو الكلام أو التحدث إحنا مش هناخد الجزء ده إحنا هناخد مع بعض الجزء ده لأن دوت بيركز شوية على ال skill بتاعت الإيه ال dialogue تمام where is the nice click يبقى أنا لما جاهز أنا عن مكان عن أبعاد مكان ده أنا أصول هقول where is واسم المكان هقول where is واسم المكان طب لما يجاوب it is وقول الأبعاد it is وقول الأبعاد تمام what is it called by locals what is it called by locals يعني الناس المحليين يلقبوا بإيه the lake is called the shorting store اسمه كذا أو يلقب بكذا أنا ممكن أقول it أو الاسم المكان what is called وأقول بقى بعض أبعاد what does it look like what does it look like يعني يشبه إيه it's cut out of the rock in the sea what color is what color is what color is إيه هو لون طبعا الودر هناك it's filled with the bright blue water of the red sea why do people like visiting the lake why do people like visiting the lake وممكن أقول الإسم أنا بأتكلم معكم يا جماعة بشكل عام عشان لو جد أسئلة ثانية خارج the lake دي نفسها okay for diving and swimming for وقول فيربي بلا ساي in j بعد كده طبعا هو بدأ بقى writing and wonder in Egypt احنا مش محتاجينه احنا قلنا ده هندخصه في جزء الواحد تمام ده كده البورت الأول ولو حلينا عليه الاكسورسايز ده هتبقى تأمام جدا okay another exercise for one and two هنو نشوف itch after لسن 3 and 4 فاصل ثابتة 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 latest wants ingredients situation emperor builder special statue expect repair ابولدروزر ابولدروز ابولدروز white reno publish report remove danger crack pipes including لحد هنا الكلمات دي مهمة لسن 4 هو آخرنا بالمشمومة بالمشمومة والمشمومة ندبنين لما الكلمات اللي هي اللي مش مهمة والز طبعا تشايفين بقى دي اماكن اللي هي الأسرية ومهمة او يعني بقولتلكم من البداية ان يونة 70 very important become become became become lost lost choose chosen burn 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 stand stood understand understood نبدأ مع بعض أهم الديفينيشن spaces يعني yes species نوع أو صلالة a group of animals مجموعة من الحيوانات أو plants أو النباتات of the same kind نفس النوع deforestation مهمة when all the trees لما بتكون كل الأشجار in an area في مكان are cut down بيتم إزالتها carriage something that people travel in يعني بعض الأشياء اللي الناس travel in بتسافر من الخلالها that's pulled by a horse بالجراء الخلال owner the owner of an animal هو owner مالك of an animal is the person who has bought it هو المالك للحيوانات stop a building where people keep horses المكان اللي بتشيل فيه الناس خيولها treat يعامل أو يتعامل if you treat someone well لو انت عاملت شخص كويس you are nice to them بتكون طيب مياه destroy يدمر damage to something so badly إنك تدمر شيء قوي that you can't repair it تقدرش انت تصلحه endangered put in a dangerous situation يعني يضع أو يضع في موقف خطير لينز how long something is preserved معناها يحفظ أو محفوظ keep safe from being damaged remote يعني بعيد أو نائي very far from somewhere depression يعني منخفض كل اللي أنا بحط عليهم من الجوم دول يعني يتحفظوا كويس حتى أنا بصوة عايزة لكم تحفظوهم أولى لي يعني أنا مش عايزة لكم تحفظوهم كتابة ما تضيعوش وقت وتهدر وقت التفلي the land that's below the area around dirt هو طبعا الأرض اللي بيكون حواليها منخفض fossil the remains of animals بقايا الحيوانات or plantes أو النبتات that lived in the past واللي كانت عايشة في الماضي word الكلمة سنننم المرادف أنتنم المضاد أو العقس remote far distinct close nurby unkind cruel hard difficult easy terrible very bad awful amazing warm quite hot and cool wet rainy dry surprise mays expect find out discover hide or ignore endangered endangered and safe safe and protected famous well known popular or unknown and popular and famous lucky fortunate unlucky unfortunate ancient very old modern and new ما بعد كده نشوف perfect and suffix اللي y قلنا انا بتحول ايه من adjective الى adjective الى adjective من صفة الى حال quick quickly الان بتدي ال opposite او العكس kind unkind happy and happy y بتحول من نور الى adjective من اسم الى صفة lucky يعني حظ اما lucky محظوظ healthy يعني صحة healthy صحة wind يعني عاصف ويندي rain rainy energy amazing including برضه بتحول الفعل الى adjective او صفة وليكن اخد بالكم عشان هنا بتوصف الشيء الغير عاقل في اغلبية الكلمات اما لو ايدي بتوصف الشخص العاقل تمام ايه ار بتكون نور من الفورب يعني مثلا اون يمتلك اما اونر المالك teach يعني درس اما teacher مدرس تعالوا نشوف اهم النور اللي في سريق وفور spaces نوع او فصيلة حيوانات تمام بتدل على مجموعة من الناس وتعم معها كجمع ومالاش مفرد كلمة encounter in danger و in danger in danger الاولى معناها في خطر اما in danger التانية يعرض للخطر ويهدد بالخطر او معرض للانقروت تمام يعني عندما اقول lions are in danger of dying out يعني ال lions دي حيوانات معرضة او في خطر لكن هنا pollution in danger is life on ears يعني بتهدد بالخطر التلوث تمام طيب تعالوا نشوف important expressions number 1 along the road معناها امتدال ايه الفرق ما بين tool والlong او long عموما خلينا نشوف بس الفرق هنا كده ده كده tool ودي دايما بتيجي مع ال person مع الاشخاص او حتى مع tree والكلام حاجات اللي هي بتطلع لفوق اما long كده بالعرض تمام بامتداد يعني river long اقول long river here long here لانه بيطول بالعرض مش بالطول long street اوكي لكن ما قوش اقول طول طول street كلمة ايه long بقى هنا ال ايدي حولتها الى ايه الادرب معاناها بامتداد تمام along the road تقال نشوف which after نيكي بقى للجزء الخاص بالسكيلز واللي احنا قلنا اصلا هنعمله فيديو خاص ليه كمان تعانوا بقى نشوف which after اللي معانا كمان النهاردة في unit 7 هناخد مع بعض ال speaking عشان نبقى جزء ال dialogue ده خلصوني يشبه what other animals what other animals are used to are used to do work for us what other animals ايه الحيوانات التانية I think buffaloes I think buffaloes what should you treat how should you treat animals ازاي ادلت عام مع الحيوانات that work for you واللي بتشتغل معك تمام طيب حاجة تانية كمان we should treat them kindly لازم نتعلم معهم بود او بهدوء او بحب يعني بلطفة خليك لطيف تمام؟ بعد كده ال speaking writing or speaking and writing كورنر تمام؟ نبقى عن ده الجزء الخاص بالمعار the past simple active and passive هنتكلم مع بعضه عن past simple في passive او المبني للمجهول تمام؟ طيب يبقى درسنا النهاردة عن passive هنخلي الجزء تاع الانسر ازاي كده وهنروح بسرعة معاياكم على البورد بتاعتنا زي ما قلنا بقى من شوية احنا هنتكلم دلوقتي عن the passive او المبني المجهول الphrase او الجملة sentence عندي في الانجليش حكتين يا اما اكتف يا اما passive اكتف ده المبني المعلوم و passive هو المبني المجهول واحنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن زمن واحد بس وهو past simple tense او زمن الماضي البسيط فمحتاج ان انا بقى اركز على past simple بس تمام واشوف طب انا بس اكتش رومنيا المتعبه معاودانا دايما على ايه؟ معاودانا دايما ان احنا هناخد الحاجه الاساسيه او الرول الاساسيه ونطبق بقى على بقى الايه؟ ال sentence اوكي؟ فهننشر الكلامها للاخر تمام؟ هنبدأ اول حاجه بان sentence العادية في ال active ستبدأ ب subject فاعل وبعده verb فاعل وبعده object مفاعل دي كده اي sentence طيب احنا بقى بنعمل ايه؟ بنحول الكلام دايه teach ازاي؟ تعالوا نشوف اولا انا باخد ال object ببدأ بيه sentence بتاعتي وده لان ال action اهم من ال subject تمام؟ بعد ال object بستخدم verb to be وناخد بالنا من حاجه مهمه ان verb to be هنا يا شباب هي بتاخد place او المكان بتاع ال verb وكمان ال tense بتاعه وكمان ال tense او الزمن بتاعه طيب والفعل اللذيذ اللطيف بناخده ولكن بنزله في ال baby او التصريف التالت يعني حتى لو الجملة الفعل فيها infinitive انا بخليه في التصريف التالت وبعد كده بقول boy plus subject او boy وبعدين الفعل تمام؟ طيب هناخد الجملة هنا مرة في ال active ومرة في ال passive مرة في ال active هنا جملة ال active وهنا تحولتها الى ال passive ويلا بينا نبدأ خلينا نعمل line كده جميل عشان تبقى امورنا هم ايه منظمة اول حاجه نبدأ بال color بال blue نعم؟ جملة العادية ال affirmative sentence بتبدأ بالsubject بعده verb plus ed او في second form وبعدين ال object او المفاول انا بقى هحولها لقى هبدأ بيه ال object يا teacher بالمفاول وبعدين وبعدين بيه هتيجي تاخد ال tense ده اللي هو ال past فهتكون was او where والverb الجميل تبقى هيجي هنا ولكن في ال be بي وبعدين في الاخر boy مع ال subject ما تدينا example بدل الدخة دي واللفة دي كلها تعال اديك example يا جميل اول حاجه ناخد ال orange هي ناخد فشك عمر red apoc يعني عمر قرأ الكتاب عايز حولها ال passive اول حاجه كلمة apoc دي هنبدأ بيه اهو كده بعد ال red هتبقى was عشان اخدوا بالكم اصلا read دي دي في ال past اسمعها red تنتقى red مش red was red بردو بيه بيه عمر نحن تاني apoc was red by عمر apoc was red by عمر يبقى انا كده اول حاجه عملت replacement بدلت ال subject مع ال object وبعدين استخدمت verb to be اهي was وبعدين حطيت ال verb ده في ال b b بالشكل ده تمام تعالوا نشوف مع بعض negative sentence مع ال past simple اول حاجه عالجومنا هتبدأ بال subject بعده direct بعده infinitive بعده object تمام انا بقى اعمل ايه هبدأ في ال object بعد كده انا قريدي عندي was aware ليه هستخدم didn't ليه هستخدم didn't انا هستخدم wasn't او weren't هستخدم wasn't او weren't هستخدم wasn't او weren't يبقى ال object wasn't او weren't وبعدين الببي وبعدين boy مع ال subject انا نشوف كده example انا نشوف كده example drink drink drunk انا هاخد drunk يبقى milk wasn't drunk buy طبعا here لاني بحول ال pronoun الضمير هنا subject بيبقى object وال object بيبقى subject فكمان لازم اني اغير الضمائر او اعكسها تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده question how can i make a question؟ انا ببدأ question بتاعي ب did او لو كان اداة استفام الاول وبعدين did بعدها ال subject بعدها ال infinitive وبعدين ال object او المفاوم تمام؟ انا بقى هيك يبدأ السؤال هنا هبدأ ب was aware was aware وبدل subject object وبدل infinitive b b وبعدين buy plus subject تمام؟ حابة اعمل تفكس مهم بقى قوي على ايه؟ على الازمنة على شوية على ال pronoun او الضمائر لاني بحولها؟ ال pronoun subject بيروح مكان ال object والobject بتيجي مكان ال subject فامرة طبعية لما يلاقي subject pronoun احوله الى object والعكس صحيح طيب يعني ال i يعني ال i يعني ال i تبقى me طب لو مي تبقى i he he him she here ال it will you يفضلوا زقيمهم ال we us ال we us ال we us وازي هيتبقى zim بس كده هيتبشر بس وقولك مبروك عليك البس نسف تعالوا نحل شوية مع بعض علشان نبقى اتأكدنا ان كل الدنيا تمام قال my little brother take to hospital yesterday اخويا صغير اتاخد للمستشفى مبالح تمام جدا ده كده subject ولا object object مفوض هو ما خدش نفسه هو اتاخد طيب yesterday يعني في الباس ده مفرد هقول was taken to hospital yesterday when was your younger brother porn في البيبي طبعا لان انا عندي هنا was the new was watched طبعا كلمة news يعني goroid ده كلمة encounterable او غير معدودة ولكن انت عامل معاملة الاسم المفرد was watched a list of the new seven warners is made لأ تبقى was made عشان طبعا سنة 2007 these packages were what painting were painted كده بنتي تمام buy her daughters تعالوا بقى نشوف الجزء اللي بعد كده a tree was planted برضو نفس الكاناة طب let's go on نشوف بقى lesson five and six وبكده نبقى فانشنا الجزء الاول من الحلقة بتاعت النهاردة وهو unit seven مش هايزين نسيب ولا فصفوسة عشان الحاجات دي كلها مهمة واحنا في تالتة اعدادة مش محتاجين نسيب اي طفوسي Heating confused Tongue twister Skull Lifestyle Appearance Roundabout Population Personification Far Am Label Wild Pulm Product Active amiento Exhibli Shell Humans Turning Expressions, Topic, Qualification, Repeat, Traffic, Light Caracal, Resource, Several, Control, Kill, Mangood, Avoid, Endless Volcano, Forest, Form, Heat, Hunt, Flood, Water, Fires, Introduction, Tail, Alone, Rule, Invent, Postman, World Cup, Seeds, The Mediterranean Sea من الأول لنا بالكلمة دي يعني وراء ما بعد إليه تمام تفعنا Africa, Asia, Europe, Japan, Hawaii, Caribbean, Poland, The Middle East Mean Management, Hear, 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 Fight, 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 Catch, Cut, Cut طبعا الأفعال دي أفصل حاجة عندنا وكلنا حافظنا ولا ايه نبدأ مع بعض Studies Definition وزي ما اتفقنا هنحط نجمة جنب المهم Confused يعنيه confused مرتبك Unable to understand something clearly انك ما تكونش قادر انك تستوعب او تفهم حاجة بشكل واضح Caracal, A wild cat هي قطة ولكن وحشية اللي بنو عليها برية With long legs لها الجرين طويلة and big ears وودان طويلة That lives in Africa and Asia ساكنة او بتعيش في افريقيا وفي اسيا ودي important Far The stick hair that covers the body of an animal هو الشعر الكسيف اللي بيغطي الجسم الحيوان الحيوانات Label يعني ملصق توضيح A word or phrase to explain things بتوضح حاجات in a picture في صورة diagram او رسم بيان Mongos A small animal with a long body and tail هو حيوان صغير ليه جسم صغير ودين which lives in Africa and Asia عايش في افريقيا وفاسيا Lifestyle اسلوب حياة The way in which a person lives الطريقة اللي بيعيش بها الانسان Active Someone who is active حدا بيكون active يعني يكون نشيد can move and do things اللي بيعمل حاجات بسرعة و بسهولة حاجات كثيرة The word the synonym the acronym الكلمة المرادف المراد Active and geretic lovely inactive and lazy thick heavy and sad ill thick and well alone single solo accompanied alone sorry organize arrange or disarrange suitable appropriate unsuitable deliver can bring take receive useful got helpful useless unhelpful form make destroy and damage يلا بينا عال perfect and suffix able بتحول الفعل الى adjective زي thoughtful يعني مناسب all بتحول sorry الاسم الى adjective زي natural natural information informational and بتادي العكس enable غير قادر the i and بتحول الفعل الى اسم زي invent invention translate translation the y بتحول من adjective الى adverb زي manly طيب طيب في بعض الوقات بنستخدم قبل الصفة كلمة زي بنستخدم قبل الصفة كلمة زي يعني ايه طيب بص يا بطل لو انت بتقولها كده the poorest يعني الافقر يعني لو الصفة في نهايتها est بالشكل ده فدي كده superlative او ده من قرام يعني تفضيل اما في حالة ان تيجي الزي وبعدها الادجكتف زي ما هي بدون اضافات فهي بتدل على مجموعة من الناس مجموعة من الناس زي the young معناها الشباب the old the poor the poor زريتش الاغنياء كذلك الامر كلمة زي لما تيجي قبل اسم عيلة فتدي معنى للعيلة كاملة يبقى كلمة زي لما تيجي قبل اسم او قبل الصفة تدي معنى الجمع الكل حمام طيب كلمة loss 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 الاولى معناها يخسر ويفقد اما loss معناها خسارة طورة important expression أهم التابيرات give directions say that another way I see have a role to play as well as gold colored give an example give clarification ask for direction grow to about get from to famous for during the day a group of up to 50 live for up to stay for about honors the ground بعد كده جزء السكيلز اللي احنا اتفقنا عليه تمام يلا نشوف اللي بعده كده طبعا احنا ناخد برده الجزء ده تمام بكده احنا خلصنا lesson 5 and 6 ونقدر نقول كده مبروك عليكم unit 7 يلا بسرعة على الجزء التاني من الفيديو النهاردة بس خد بالك لو انت محطتش اللايك اجري بسرعة حط اللايك خد نفس عميك بيت شيء جنبك ويلا نكمل مع بعض الجزء التاني وهو عن unit 8 protecting our planet حماية كوكبنا يلا نشوف نحمي كوكبنا ازاي طبعا كلمة كلها important or very important خلينا نقول يوح نكلم عن البيئة جماعة برضو الموضوع ده مهم جدا planet, oxygen, serious, sea grass, the amazon reinforced, anthractic, architect, climate, recycling, fire, volunteer, collect, coral, reefs, metal, waste, volute, recycle and kill يلا نشوف which after listen to برضو ده كمان مهم يعني حد هنا اخذ الحفظ القدول ده اخذ الحفظونا يا جماعة القدول ده كوز كوز flood, drought, forest fires, oil, transport, graph, electricity, gas equipment, greenhouse, wind power, farming, industry, surprise, increase, sunny, wave, solar and produce نشوف بقى مع بعض الverbs باي بيت بيت speak spoke spoken keep kept kept ويلا نعلم على اهم الديفينيشن اللي هنذكرها كويس air pollution او الواحدة damage accused to the air by chemical and waste هو التلوص اللي بيحصل للهواء عن طريق المواد الكيموية و الواست اللي يقمام land field site a place where people live rubbish on their land يعني هو المكان اللي فيه الناس بتسيب الربش او القمامة بتاعتها على الارض or او فيه ديفينيشن تاني a place where rubbish is taken هو المكان اللي بتحط فيه النفايات open to be buried under the ground عشان تتحرق او تبقى تحت الارض melting ice يعني زوابان الجليد the definition is that الجوزء ده مهما a problem in and the architect هي مشكلة في القطبين and and Antarctic because of global warming بسبب الاحتباس الحراري لانه طبعا بيسيح الجليد ده بيقدي فلوط فيطنات ومشاكل كتيرة defrestation دي خدناها قبل كده في سنة تانية دادي when all the trees in an area are cut down بتتقطع او بتتزال الغابات well mercy something that can kill coral reefs هو الاحترار البحور وارتفاع درجة حرار البحور مما يؤدي الى وفاة الشعب المرجانين keep to continue dying ان دايما اعمل or do again and again اعمل حاجة مرة ومرتين absorb to take a liquid or gas through a surface ان حاجة تمتص السائل او الغاز من خلال السطح fossil fuels او الوقود الحفري natural materials هي مواد طبيعية such as petrol and oil زي البترول والبنزين that you can pour for energy نقدر نحرقهم يتخرجونا طبعا ميسان او غاز الميسان a green house gas هو غاز اغضر green house gas غاز ميسان that is made from land field sites معمول في مواقع natural gas او غاز طبيعية often produced by animals ينطب من حيوانات and dead plant والنباتات الميتة طبعا غاز الميسان renewable energy الطاقة المتجددة clean energy الطاقة نظيفة from the sun or wind تجي من الشمس او من الريح natural energy طاقة طبيعية that doesn't disappear or burn when you use it solar energy the energy we get from the sun الطاقة اللي بنحصل عليها من الشمس farming the business of growing crops هي نشاط او عمل زراعة النباتات and looking after animals العناية بالاحيوانات for food للطعم avoid يتجنب stay away انك تتجنب او تمتنى او تعيش بعيد from someone or something لشخصا ما او لشيئا ما carbon dioxide غاز ساني اوكسيد الكربون a gas which we raise هو الغاز اللي احنا بنستنشقه and which is produced وبينطق by burning fossil fuels عن طريق الوقود الحفري carbon dioxide دي برضو بتيج كتير اوي green house gas غاز الاحتباس الحراري a gas in the air هو غاز في الهواء such as carbon dioxide which can cause global warming واللي بيؤدي الى الاحتباس الحراري climate change المناخ او التغير المناخي how the earth's weather changes ازاي الارض او درجة الحرارة بتتغير على الارض slow down reduce how fast something goes يعني يبطق او يقلل intake سرعة intake تعالوا نشوف مع بعض get worse or get hotter use climate change create greenhouse gases make a gas make a loud noise بليز بيانو become warmer pass exams انا بانشوف السنانم and antonym بس succeed and feel keep continue stop breathe and inhale breathe out or exhale absorb take and soak up avoid stop allow face problem trouble solution increase raise raise decrease slow down reduce speed up serious dangerous dangerous and serious suffix and perfect none بتأدي الى زي الان renewable non-renewable re معنى هاجين recycle all بتكون كلمة او صفة من اسم زي مثلا electric electrical ing بتكون نون من verb farm farming i ون برضو بتكون نون من verb يعني زي pollute pollution able بتكون adjective من verb يعني زي renew renewable what's the difference between drought 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 طبعا الاثنين نفس sound تقريبا الاثنين نفس sound تقريبا بس دي او و دي ايو ايه الفرق بقى ما بينهم الاثنين دروت الاولى اللي هي الاو يو معناها جفاف less rain اما دروت التانية معناها طيار هوائي طيار هوائي طيار هوائي طيب ايه الفرق ما بين فلود و فلود نفس الساوند ولكن هنا دابل او وهنا ايو اي تمام فلود الاولى معناها فيضون اما فلود التانية معناها زي كيوز بريذن what's the difference between them ايه الفرق ما بينهم كيوز بريذن الاثنين معناهم سبب ولكن كيوز لازم يجي بعدها اوف لازم يجي بعدها اوف اما reason for تمام نيجي which after keep kept كبت معناها يحفظ وكمان بتيجي بمعنى يستمر تمام ولكن لما بتيجي الفرب بعد keep بيجي بلس اي ان جي الفرب بعد الكيب بيجي بلس اي ان جي فاينو نشوف ايه كوان Important expression and preposition اهم التانبريات في البورت ده work much harder save water block throw pay for good for cut down trees along the sides of stay in the air keep the air clean by absorb from in the same way slow down move to at any time it's bad too دلوقتي جي دور ال skills و احنا اتفقنا ان احنا نعملها ازاي زوم و ندخل على بعد نشوف كده الجزء ده speaking طبعا مهم بالنسبة لي جدا ان احنا نتمرن عنه من دلوقتي عشان يبقى معنا وقت ان احنا نجي الليلة الامتحان لما نعمل مع بعض ال dialogue الاخير او المراجعات اللي هي ال dialogue تكون انتوا قريدي عندكم جمعا مهمة خطوة تمام؟ why do you think first fires are increasing؟ المهم ان انا بقولك why do you think؟ انت ليه بتفتكر كده او انت ليه بتعتقد كده؟ تمام؟ الاجابة because because و نبدأ نكمل how does defrostation create greenhouse gases؟ طب هي عموان how does واسمث الحاجة وcreate والحاجة التالي خلاص؟ when we love-love-love-love-love-love-love انا بتكلم بشكل عام مش عايزاتكم تحفظوا حاجة بعينها فتيجي غيرها فنطلغبط او نكتب لحنا حافظين لا احنا بناخد الفكرة وبس ونطبق احنا تمام؟ طيب why is؟ ليه؟ why is good for the environment؟ هو ليه اللي recycling good for the environment؟ كويس للبيئة؟ this will hold slow down climate change مهم جدا للتغير المناخي تقليل سرعة حدوث التغير المناخي what will happen if؟ هايحصل ايه لو؟ اقول انا بقى ايه اللي هيحصل بالتحتي تمام؟ تعالوا نشوف اللي بعد ذا بردو من المزكة do you think I'll talk about that? do you think that? do you think that? do you think that? and why? is a good idea and why؟ فكرة حلوة ولا لا؟ yes I think واقول رأي لو رأيه لا يبقى أقوله No I don't think so what that will be able what does your family do with waste plastic, paper and metal؟ وده سؤال مهم جدا أصرتك بتعمل ايه في الورق والمعينة حكات الورق هي مش بتستخدمها my family recycles them to make useful things بتعمل بيها اشياء مفيدة ok what will happen if؟ مرة زين ايه لا يحسن لو I think اعتقد يبقى انا كل الكلامنا هانا المعتقدات لان احنا كل واحد بيقول رأيه يبقى انا لما اسألك وقولك What do you think or what will happen if ماذا سيحدث لو يبقى انت هتقول I think وتقول رأيك ولو سمحتم في الإجابات في الدول اختاروا كلمات بسيطة ما تختاروش كلمات معقدة وتغلطوا في الحروف بتاعتها تمام ودي هنتكلم معنا باستفادة بعدين ولكن بعد كده جوز الرايتنج احنا متفقين عن ايه هنعملو اسكب لان هناخد له حلقة لوحده The first conditional of F علينا قاعدة F في الحالة الاولى وهناخدها دلوقتي بس قبل ما ناخد تكوينها هنتكلم مع بعض الاول عن الحتة السوانونة دي زي يوصيجو اول استخدام الخاص بحالة F الاولى We use the first conditional to talk about things and the future هتكلم عن حاجات في المستقبل What should we think اللي احنا نعتقد والprobably habit من المحتمل ان تحدث يبقى number one يبقى number one اني انا بتكلم عن حاجات من المحتمل انها هتحصن اوكي طيب كده اليوسجي اول استخدام تعالوا نشوف بقى مع بعض قبل ما نحل الاسئلة دي ان احنا ازاي هنشرح قاعدة F او هي عموما بتتكون من ايه؟ اولا ال first conditional من اصل الحالات وانتو بالفعل واخدينها بالكده السنة اللي فاتت تمام فمش هتاخد معاكم وقت كتير طبعا كلنا عارفين ان F دي حانا شرطية ومعناها اللوه تمام وشرط حدوث الفعل التاني هو حدوث الفعل الاول تاني شرط حدوث الفعل التاني هو حدوث الفعل الاول طبعا لكم طبعا انا عندي two sentences ميزين لو الاولة present التانية كمان تكون في present طب تعالوا نشوفها كده تكون من اين؟ number one بعد F ييجي present sample او مدارة بسيط present sample او مدارة بسيط طب الجملة التانية teacher subject will او can او may او infinitive ييجي بقى طالب جديد مش مطابعة مع تيتشر امنية من بدري ويقول لها يا تيتشر امنية انا امتى هستخدم will امتى كان امتى may ممكن تقوليلي الفرق بستخدم will مع كل الحالة تمام بستخدم may معا عن حاجات اللي ممكن possible to happen يعني من المحتمل تحصله محتمل لا او بمعنى تاني معنى الجملة بيدول عن الاحتمال بستخدم كان لما الجملة بتدل على ability على القدرة يبقى انت عندك ثلاث استخدامات ولكن الاستخدام بتاع الويل اللي ماشي معاهم كلهم اوكي فب تعالوا نشوف كده جملة اه نم 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 يلا if you study hard you will pass your exam وحيا لو لاحقت نفسك وذكرت كويس هتنجح في الامتحان طب يا باشا قبل ان متكلم في ايه بقى تفاصيل تاني وقبل ان ما ن firefight ちょっと ew انت عندك هنا الفرب في الانفين ιون عشان عندك you انا ممكن استخدم ال negative مع ال don't أو او الايه اوottacit اخدو باركم من دي كويس بقصوه حرقة في لقعitet وولو انا عايز عمل ال weight هتبقى want هتبقى want طب انا بقى مش عايز اعمل negative وعايزك تعلميني لما اجي اعمل question طب اولا انت question مش بتجي عند الجملة بتاعت الف خطس يعني دي مش بنيجي عندها احنا كل سؤالنا بنستخدم في مين الجملة التانية قصدك يعني ان احنا بنبدل الجملتين بالزبط كده وبتبدأ تستخدم وين كأنك بتستخدم السؤال في future عادي جدا فبتبدأ سؤالك بين well subject بعدها infinity وبعدين يا تيتشر وبعدين كلمة f small كده جميلة وجملتها في present simple جملة عادية ومترتبة من غير اي اختلاف نعم well well you go out with your friends if you get the full mark وانت هتدخل you got full mark وانت هتخرج مع اصحابك لو كبت الدرجة الناعية بالزبط كده الانسور بتاعتها تبقى yes i will or no i want اصحابي ما غششونيش اخرجهم ليه ان شاء الله ما يخرجوا لا طيب ده لو السؤال ب yes or no question طب لو انا بتكلم عن question start with question بدأ بال question نفس الكلام question بعدها well بعدها subject بعدين infinite وبعدين عندي كلمة if واكتب الجملة بتاعت الف اللي هي في present sample بترتبها زي ما هي من غير ما يجي عندها زي ما شفنا من شوية في ال conversation what will happen what will happen what will happen if وابدأ الجملة التانية عادي جدا تمام يلا نشوف بقى شوية اسئلة نحن مع بعض اسئلة ونشوف if it what rain heavily we will use well infinitive وهنا if يبقى دية infinitive يا plus is طبعا بما انها at تبقى rains if i have well infinitive i will read if the train is late if we present يبقى الجملة التانية will infinitive i will phone i will phone انا لازم اكتب will infinitive ما كتبش will اسئلة حضرتك بتجود في ورقة اجابة فلازم لو صمحت تكتب له وبيقولك عدل لي الفعل ده فما ينفعش اكتبه اللي قبله وتسيبه هو لا احنا هنكتب will what will happen if we not recycle هنقول don't recycle علشان في negative ولكن في present our environment be cleaner عايز استخدم ادي if ودي الفعل في infinitive يبقى انا عايز استخدم will will be cleaner if we recycle your 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 رقش تمام تعالوا نشوف ايه كمان عندنا verbes infinitive verbes plus energy تعالوا نشوف الافعال اللي بيجي بعدها ال verbe plus energy وده حفز يا جماعة واضح حفز يا جماعة في عشر الافعال عشر الافعال انا بقى عندي اكتراح صغير او خلينا اقول ايه اكتراح صغير شوية شوي يتحفز الافعال اللي بيجي بعدها ال tool infinitive فبالتالي الافعال الثاني يبقى ing يتحفز الوراء ing وتسيبها للتاني tool infinitive بس خلاص ما تهدرش وقت كتير دي طبعا اهم من الافعال اللي بيجي بعدها ال tool مع ال infinitive تعالوا نبدأ نقراها سوا مع بها اول حاجة agree to arrange to ask to choose to احفظ انت كده عادة مع نفسك كده اتنين نفسك حفزتها decide to expect to encourage to invite to fill to help to hope to intend to need to learn to manage to offer to plan to promise to reviews to threaten to want to wish to كله دول بيجي بعدهم to مع ال infinitive طب تعالوا نشوف بقى الايه نجي avoid consider deny disciple dislike enjoy finish imagine include keep mind practice recommend suggest and admit تمام مع العلم اللي في بعض الافعال هنا بيجي بعدها الدول لكن بحالة وجود كلمة would قبلها زي كلمة dislike زي كلمة dislike تمام في بعض الافعال بيجوا الاتنين وبدون اختلاف المعنى ودي ما بيكونش صعبة زي ما قلت لكم لو جد قبلها كلمة would لو جد قبلها كلمة would سواء جد كده او ال apostrophe دي بالشكل ده فبيجي تو ال infinitive تمام اما لو ما جدش قبلها كلمة would بيجي بعدها verbi plus ing واخد بالكم الحيطة دي ان المعنى مش بيختلف فهنا بيبقى معناه يحب وهنا يحب وهنا يكره وهنا يكره المعنى لا يختلف زي مثلا begin start continue hate like love prefer تمام تعالوا نشوف watch after remember to and infinitive remember verb plus ing دول بقى كم فعل كده مهمين قوي وبيختلف معناهم اولهما remember remember to and infinitive يتذكر ان يفعل شيء يبقى هو عمل الحاجة ولا ما عملهاش لا ما عملهاش يبقى الفعل ما حصلش لكن remember verb plus ing عمل حاجة وافتكره يبقى الفعل اللي حصل يبقى الفعل اللي حصل اجري اختار ال ing ما حصلش forget يعني ينسى forget to infinitive ينسى ان يفعل شيئا يبقى الفعل ما حصلش لكن forget verb plus ing عمل حاجة ونسيها يبقى الفعل حصل علموها بالعلمة دي stop stop to infinitive يتوقف عن فعل شيء يرفع عن شيئا اخر اما stop verb plus ing يتوقف نهائيا تعالوا نحلها كده مع بعض تعالوا نحل الاكسورسايز ده مع بعض قضي بالكم من اسأل الدروس تقيلة ده ما تقيل my brother asks me طلب مني to stop on the grass اني مامشيش على ال grass يبقى طلب مني حاجة نهائية ولا ان انا بطل امشي وبس لا طلب مني حاجة نهائية ان امتنع عني بقى الرننج ابطل اجري على الجرس the government plans to plant plan 2 من الافعين اللي بيجي بعدها تو keep pairling بعدها ing avoid ing polyuting طبعا لو الفعل اخره هي شباب شلوه ولو الفعل برده اخره وقابل باول نشيل الايه نكرر الساكن الاخير نكرر الساكن الاخير want to start تمام انا انا عايزة بس ايه من الهمة stop اهي زي دي on my way في طريق هوم i stop ايه buying some flowers ومامهم انا وقفت يبقى انا هنا ما روحت يعني وقفت الطريق عشان اروح اشتري يبقى two buy stop two buy وقفت طريقي او ما روحتش او وقفت نفسي عشان خاطر اشتري لماما تمام دي كده general exercise او اهم الاسئلة على one و two تعالوا نروح مع بعض على three woofer fabric, ink, weaving, waver وطبقكم بقى من حاجان الفيل بواف تمام معناه يغزل او ينسك تمام لو ضفنانا اي نجي تحولت الى نسيج وهي النوم لو ضفنانا اي قارض حولت الى person تمام لان اي نشوف ايش افتر Water Beliption Social Media Recycling Project Recycling Boxes Blog Headteacher Procken Latest Materials Printer Brex Carpet Field Estate Jewelry Lovely Reform Way Surprised Top Traditional Art Wall The World Cup Factory Russia Fishing Nets Let 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 Begin Begun تعالوا ناخد مع بعض اهم ال a definition اول كلمة وهي fabric Clothes or material هو القماش او المادة الخام which can be used to make clothes باستخدمها لصنع الملابس وكمان Bags اتاك Ink A liquid سائل Used in beans يستخدم للأقلام or printers او الPrinters اللي هي الPrinters الطبعات For writing Drawing اتاك الكتابة او للرسم Loom مكنة الغزل او النول A machine used for waving هي آلة تستخدم للغزل Thread اللي هو الخيط A long piece of cotton Sulk هو خيط طويل من القطن او من الحرير which people can use to sew or make clothes يستخدموا لصنع الملابس Weather A person who makes clothes by waving الشخص اللي بيخيط الملابس بوسطة ايه الWaving او حرفة النسي Weaving The art of making clothes هو اللي بنعمل بيه الملابس By crossing threads using a special media Sorry A special Sorry A special machine او آلات خاصة Printer cartridge حبورة A piece of plastic قطعة من البلاستيك which contains الدحوي and supplies ink ودعم الحبرة for a partner للحبورة Make a plane Do research Start project The word synonym and antonym Below Under Down Above Connected Linked Joined Disconnected Wrong Incorrect And Right Broken Smashed Damaged Unbroken Undamaged Traditional Classical Old Fashioned Modern New Lovely Beautiful Ugly Horrible Terrible Awful Great And Wonderful Perfect 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 هنا في Old بتحول الصفة الناون سوريه من صفة الناون الاسم الى الصفة الناون الى adjective okay Traditional traditional طيب ال-er بتحول الفعل الى person waiver زي ما قلنا من قبل كده teach you درس teach you المدرس learn يتعلم learner المتعلم ال-ad او ال-ad بتحول من verb الى adjective تمام فconnect connect connected surprise surprise فوق colorful بتحول من اسم الى adjective i-o-an بتحول من verb الى noun discussion let and allow الاتنين بمعنى يسمح الاتنين بمعنى يسمح والاتنين بيجى بعضهم object او مفهول وما ليه الفرق يا teacher ودي طبعا بيجى infinitive ودي infinitive ولكن allow بتيجى to و ال-infinitive اما let بتيجى البر في ال-infinitive بس اوكي throw away throw into throw away معنى يتخلص من اما throw into يرمي في make some person into يحول الى او something no problem keep clean plastic football fields agree what wrong with find a way be sold in shops better for and according to get into equal enter back for يعني دور بي connected to متصل ask for help يطلب مساعدة add the moment في هذه اللحظة work on يعمل بشاء do something about يعمل حاجة make into يحول الى ده بعد كده الجزء اللي احنا متفقين عليه skills خلينا نشوف which after okay دي طبعا exercise that's three four تعالوا نشوف ما بعد الليسن five and six ودو الاخر جزء ان شاء الله هناخدو النهاردة وفي فيديو النهاردة ocean rain forest wetland harvest hills seagrass washing up coral reefs speech conclusion conclude everyone introduce invite transport steps respect spider planes present and subject along reason contrast however including temperature pickers time devil remind habitat factual section and temperature حد هنا الكلمات حد هنا غنحفظ حد هنا الجزء ده غنحفظ let's see some verbs leave left left smell smelt pipe out boat wear war boring ride road rhythm طيب study the definition بصراحة مش جمدين قوي يعني عديين seagrass a plant which lives in the sea هو النبات اللي بيعيش في البحر usually near the coast ودائما جنب السح ocean يعني محيط a very large area of sea on the earth's surface يعني هو عبار عن منطقة كبيرة من البحر او من الميا on the earth's surface على سطح الكوكب الارض make a speech يعني يقول خطبة make sure يتأكد give a project يبدأ مشروع give a speech يلقي خطبة شوفوا ازاي الكلمة مختلفة ما بين make برضو و give كثيرا 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 familiar common bubbler and familiar and unusual careful captures and careless this this is an aim بتدي opposite they disappear appear يعني يظر and disappear يعني يختلف re re معناها هكين reuse reread rewrite ous y بتحول الناون الى adjective زي danger خطر dangerous خطيب اللي y بتحول من adjective الى adverb زي natural طبيعي natural يعني بطبيعي بشكل طبيعي ive بتحول الverb الى adjective زي attractive er بتحول الverb الى noun زي speaker and driver and driver and teacher full بتحول الناون الى adjective زي care careful start وbegan وfinish by بيجي بعدهم ببلاثة in g that's why معناها زي so لذلك وبيجي بعدها جملة وبتكون result أو نتيجة للجملة اللي قبلها nevertheless يعني ومع ذلك give reason 2 or give reason 4 to conclude warled wetland day about 90% of walk down the road at the end be dangerous for save energy يوفر طاقة save water يوفر مية leave room in the last 100 years في المائة عام الأخيرة to begin with أول ما أبدأ به careful of or careful about on the right دي كده exercise مع معظمة vocabulary giving a speech ازاي ان انا القي حديث ودي طبعا اخدها بجزء writing مش عادي مش عايزين نتكلم فيها كتير ان شاء الله تعالوا نشوف بقى اللانجوج المهمة دي expression reasons and contrast نتكلم عن الأسباب والتناقل لما اجي اعمل جملتين عاكس بعض أستخدم ايه؟ ولما اجي اعمل جملتين سبب لبعض أستخدم ايه؟ تعالوا نشوف الأول reasons أو الأسباب كلمة because من أهم الكلمات اللي بقى استخدمها من السنين اني معناها لأنه طب الجملة اللي بعدها بتكون ايه؟ بتكون reason سبب طب الجملة التانية result نتيجة تمام؟ يبقى بعدها reason والجملة التانية result طبعا ايه لو جات في النص فالresult او النتيجة بتكون اللي بعدها اللي هي دي رقم اثنين دي بتبقى اول جملة وبعدين because وده first action او الحدث الاول for example I'm so tired يبقى عن الأول I was tired طبعا دا the first action we didn't go to school. Blood Text الب speak verb وبعدهاal reason result because reason result because reason تمام؟ طيب for example قلتي animals live in seagrass because it's a safe place this is because هذا لأن طيب نفس الكلام بعدها سبب وقبلها نتيجة ولكن بس الفرق الفلسطوب الجميلة دي ناخد بالنا منها لأن دي كده sentence ودي كده sentence طيب من عكسها that's why معناها لذلك بتيجي قبلها جملة وبعدها جملة ولكن جملة لبعد that's one بتكون result أو النتيجة يعني الحدث الثاني والجملة دي الجملة كويس طيب لو أنا بعم بقى contrast أو تناقض بستخدم كلمة however معناها ومع ذلك however لها قواعد معينة يعني مثلا ممكن تيجي في بداية الجملة عادي ولكن بعدها بيجي كمه سواء لنا كده ونكمل الجملة التانية بكمه تانية ولو جد في نص الجملة تيجي بالشكل ده لازم فلسطوب قبلها وقمه بعدها تمام؟ طيب I don't match I don't have much time أنا ما عنديش وقت كفاية however ومع ذلك I do voluntary work بعمل أعمال خيرية ايه كمان؟ never less never less كمان معناها ومع ذلك نفس القواعد الخاصة however أبلها فلسطوب وبعدها الكمه الصغنونة اللي اتنين نفس المعنى ما فيش فرق بينهم تمام؟ تعالوا نحلم مع بعض بس جملة تلاتة كده من الجزء ده wetlands are important for the environment wetlands مهمة جداً environment that's why لذلك we are losing a lot of it every year طبعاً الجملتين عاكسوا بعض ازاي مهمة وازاي بنفقدها يبقى المفروض هنا ان انا اعدلها واستخدم هاويفر بالشكل ده وطبعاً ما ننساش بعد الهوايفر نحط الكومة بتاعتها تمام؟ هو أصلاً already حضطها لنا يعني بيقول لنا ايه خدوا بالكم number two baby fish and sea animals live in sea grass عايشين في ال sea grass so it's a safe place لأنه مكان كويس أو مكان قامل فطبعاً مش so هتبقى because تمام؟ طيب من هذا الشكل بقى هنحل نفس الأسئلة دي وياردت حلوه وتبعتولي يعني هفرح جداً بصراحة وبكده هقدره لكم we finish the lesson five and six مبروك عليكم التلت الأول من المراجعة شدوا حالكم يا شباب تابعوا الفيديوز واعملوا فعالوا الجرس علشان خوطر الفيديوهات التانية أول ما تنزل توصل لكم على طول وان شاء الله بإذن الله تجبوا لي full mark thank you very much and good bye